ده الشباب اللي هم من الناس الصغيرين اللي حصلوا بسبب حاجة مستحدثة في ناس بيحصل لها او اصحاب زي ما قلنا بكده انه خشونة الرجبة بتحصل الناس اللي سنناها كبير فوق الاربعين هل ممكن يحصل مشاكل في الكتفي للناس اللي سنناها كبير و بتكون ايه؟ تمام هنخش بقى على الجزء التاني او الاعمار التانية من التقسيمة بتاعتنا اللي هي من اربعين لستين اول حاجة بتحصل هي زي ما حضراك قلت دلوقتي خشونة او التهابات في مفصل الكتف زيها زي مفصل الرجبة زي مفصل الحوض زي طبعا لو في اسباب زي ما كنا زي ما بنتكلم عن اسباب خشونة الرجبة بنتكلم برضو عن اسباب خشونة الكتف اسباب عادية اسباب فراصية حركة غلط حصل التهابات وهملنا فيها مع الجنهاش في البدايات فحصل الموضوع زاد وقدى الى الخشونة خشونة بتؤدي الى التهابات التهابات الام صعوبة في الحركة بقى المريض دلوقتي ما بيشتكيش بس من ان هو كتف واجعه لا انا ما بقيتش عارف اتحرك عادي ما بقيتش عارف اعمل حركة دائرية الكاملة الكتفي وبقى مفصل الكتف من ايه ما بقدرش احرك ايدي الوراء ما بقدرش اميد ما بقدرش اشد ايدي ما بقدرش اميد ايدي ما بقدرش اميد ايدي اشيل حاجات زي كده كل عضلة او كل وتر في الكتف له حركة او درجة معينة من الحركة يعني عندنا اول عضلة مثل سوبرا سبانيتاس دي اللي هي بتعمل ايليفاشن او بتعمل ابداكشن للكتف من 0-15 درجة يعني بس جوستن المريض دعرق ايدي كده دي عضلة العضلة اللي بعديها بتعمل حركة這انية année و بتعمل اتدوكشن و كستن ELOTATION يعني انا الف دريعت البر تمام العضلة البعدية يعني احنا كل عضلةتكلم على انا بنتكلم على ان عضلة دي لها حركة طيب لوالchi قدر الله يحصل اصابة عضلة من العضلات دي بنفقد الحركة دي او بنفقد الوضيفة بتاعة العضلة بتقييمك إنا على حسب الحركة اللي بهيقدر يعملها تمام والحركة اللي موش قادر يقب اه الفحص الطبي طبعا الكشف المبدئي لما يجينا المريض في العيادة ونكشف عليه نفحصه نبتدي بقى نقيم بالكشف ونلجأ بعدها للفحصات الطبية زي الMRI طبعا في الحاجات بتاعت المفاصل أو الإصابات بتاع الأوطار دي دايما بنلجأ الMRI رقم واحد عشان هو اللي بيسهل التشخيص وما بيضاعش وقت على المرض تمام؟ كويس ده كده احنا اتكلمنا عن المشاكل اللي هي ممكن تصيب الناس اللي من 40 ل 60 سنة هيحصل له انه ممكن يبقى فيه خشونة خشونة الخشونة اللي موجودة فيه اه اسبابها قد تكون اسباب بسبب السنة ولا قد تكون اسباب بسبب مثلا حركات زيادة في الوزن تمام لا هي الكسة مش زيادة وزن طبعا في الكتف لان الحملة دايما على الرجب اكتر او على الحوط لا دايما هو الكتف بيبقى حركات غلط يعني زي ما قلنا التهاب بسيطة او مزقة بسيطة او مثلا تمرين كان بيتمرن جم زمان وبعدين لما كبر شوية عضلاته ضعفت فبقى الحملة عنده على الكتفة اكتر تمام ده رقم واحد من الاسباب بتاع الخشونة رقم اتنين ودي حاجة طبعا ما نقدرش نهملها شكل الاكريوميون اللي هو العضماية اللي بتاعت الاسكابلة او بتاعت لوح الكتف اللي هي مكونة من مكونات الايه المفصل طبعا هو المفروض الشكل الطبيعي يكون ستريت يعني يكون سطح مستوي شوية مع الخشونة او مع الالتهابات او مع الحركات الشكل ده ممكن يبقى كيرف شوية كيرف يعني المريض يقدر يحسها يقدر يقول يعني يقدر يقول انا حاسس ان عندي مشكلة في كتف حاسس ان انا وانا بحرك كتفي بحس يا دكتور بقلم في درجة معينة بحس بتقطاقة تقطاقة اه تمام بحس وانا برفع ايدي لحد درجة معينة كده باجي اصرح شعري ابتدى حس ان الالم ده ابتدى يزيد شوي تمام ده ده الدرجة بتاع الكرب ما بقدرش يجيب حاجة من فوق عالي بحس انه فيه نار وانا بجيب اقصم ست البيت اللي وقفة في المطبخ بقول لك انا ما بقيت شاق ده رفع ايدي يجيب حاجة لكن في العادي الدنيا ماشي كويس الشكل التالت من شكل اكريم اللي هو الهوبد الهوبد اللي هو شكل الخطاف وده طبعا اشنعهم او اكسرهم ألما لان شكل الخطاف ده اللي هو المفصل الحركة بتاعته دايما تكون بسيطة لأ انا دلوقتي فيه خطاف هنا في المفصل مع اقل حركة اه باتمار يحسن احتكاك اه 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 الم شديد الم بقى الم وصعوبة في الحركة المريض بيستسهله ويقول انا ما بقدرش احرك ده تمام اه ده ده الشكل الاول من اشكال طبعا الالام في السن اللي هو من 40 دي 60 طيب اشتركوا في القناة